موسيقى 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 حيكم عن جديد مشاهدينا ونبدأ فقرة الصحف البداية من جريدة الأخبار جريدة نداء الوطن والمعلومات التي كشفت عن الاجتماع العاصف والمعلومات بشأن اجتماع بين وزير المالية غازي وزني والمستشار جورش الهوب حيث اعتبر وزني بما حسب ما نقلته جريدة نداء الوطن تصدى وزير المالية غازي وزني لمستشار رئيس الحكومة جورش الهوب وتحجيمه خلال الاجتماع المالي في السرايا الحكومي ضاربا بيده على الطاولة رفضا لتدخلات شالهوب بعمل فريق وزارة المال ومتوجها إلى المجتمعين بالقول أنا وزير المال ولن أسمح لأحد بالتعدي على صلاحياتي وفي التفاصيل كما علمت لنداء الوطن أن مستوى الاحتقان بين الجانبين بلغ أوجه أمس بعدما فضح أو طفح كيل وزني من حرطقات مستشاري رئاسة الحكومة على عمله في الوزارة لسيما وأن شالهوب وإذا تبلغه بعقد وزير المالية اجتماعات تنسيقية لفريق عمله قبيلا عقاد اجتماع السرايا المالي بالأمس بادر إلى الاتصال بأعضاء هذا الفريق ونبههم إلى وجوب عدم الانسياق وراء طروحات وزني المالية باعتباره لا يمثل الحكومة بل له أجندة خاصة يعمل عليها وعلى الأثر استشاط الأخير غضبا خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدياب وخاطب شالهوب بنبر حادة قائلا له ما بسمح لك تدخل بعمل وزارتي أنا وزير المال وأتحمل مسؤولياتي كاملة ثم توجه إلى الحاضرين بالقول ما فينا نكفي هيك لا حل أمامنا إلا أن نعمل على تأمين توافق جميع المعنيين بالحل المالي ومن نداء الوطن ننتقل الآن إلى جريدة الأخبار وما كتبه الزميل إليل فرزلي تحت عنوان حسان دياب سأواجه الداخل والخارج مما كتبه الفرزلي من يعرف حسان دياب يعرف أن عناده لا حدود له على ما يضح أمام لبنان نقطة التحول في أداء رئاسة الحكومة نقطة التحول الفعلية نشأت عند إصرار دياب على خطخط الأوامر الأمريكية بإعادة تعيين محمد بعصيري نائبا لحاكم مصر في لبنان كما صار معروفا لم تراوغ السفيرة الأمريكية دوريثي شي في طلب ذلك من دياب في آخر لقاء جماعة به قبل جلسة التعيينات المالية قال لها حينها إن ذلك أمر سيادي لبناني وغير الحديث لكن السفيرة الأمريكية المصدومة عاودت الكرة فاتحة الخيارات أمام دياب إذا لم يعين بعصيري نائبا للحاكم فليعين رئيسا للجنة الرقابة على المصارف ووزراء في الحكومة نقلوا الأوامر إلى دياب أيضا لكنه لم يمتثل السفيرة لم تيأس أكثر من رسالة واتساب أرسلتها إليه قبل الجلسة ظلت بدون إجابة لمح دياب إلى ذلك عندما قال في معرض انتقاده ممارسات بعض السفراء التي تجاوزت كل المألوف بالعلاقات الأخوية أو الدبلوماسية قال تحديدا أن بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشؤون لبنان وحصلت اجتماعات سرية وعلنية ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشفرة ورسائل بالواتساب تلك الحادثة نقلت النقاش إلى مرحلة أخرى فكانت عبارة حسان دياب أوفر التي تلاها محاولة فاشلة لفرض بعصيري رئيسا للحكومة مشكلة دياب هنا أن الطعنة لم تأتي من خصومه فقط بعض حلفائه وقف في صف معارضيه مشكلته أيضا نابعة من ذاته الإيغو العالي يجعله يدعي ما لم يفعله لم يعرف أحد بعد من أين أتى بنسبة 97% من الأهداف التي تحققت لم يدرك حتى لو كان ذلك صحيحا فإن ما يراه الناس هو النتيجة باقي تفاصيل في مقال إلي الفرزي في جريدة الأخبار ومن الأخبار ننتقل إلى الجمهورية وما كتبه الصحافي عماد مرمل تحت أنوان اقتصاد الستيك والبرغل ومما جاء في هذه المقال الكلمة السحرية التي يمكن أن تفتح باب الحلول وفق الخبير الذي تحدث معه مرمل تتمثل في الثقة إلا أن المؤسف أن الثقة معدومة حاليا في لبنان دولة واقتصادا متسائلا إذا كان لا يمكن إقناع اللبنانيين العاديين باستعادة تلك الثقة فكيف يمكن أن نطلب ذلك من المستثمرين ورجال الأعمال في الداخل والخارج علما أن هؤلاء هم القادرون وحدهم على وقف تمدد التصحر المالي عبر توظيف الاستثمارات وإطلاق المشاريع في لبنان مع ما يستتبع ذلك من ضخل للعملة الصعبة وفرص العمل وينبه الخبير إلى أنه من دون إعادة بناء الثقة لم تنفع أي معالجات ولن يفيد ضخ صرف المصرف المركزي للدولارات في السوق حتى لو تدفقت المليارات منها لأن السوق المثقوبة ستبتلع أي مبلغ مهما بلغ حجمه ويلاحظ الخبير أنه يجري الهاء اللبنانيين بمساء الجانبية من قبيل أو من قبيل انخفاض سعر الدولار منذ عشرة أيام من عشرة آلاف ليرة إلى ثمانة آلاف حيث راح البعض يهيس فرحا ويستبشر خيرا متجاهلا أن الصرخ ارتفعت أصلا عندما تجاوزت قيمة العملة الصعبة سقف الألفين ليرة ومن المفارقات التي يتوقف عندها الخبير هو أن الناس انتفضوا عندما جرى رفع كلفة الواتساب بعض السنتات وعندما كان نزيف الليرة لا يزال بطيئا بالمقارنة مع الوضع الحالي بينما لم يثوروا حين قفز سعر الدولار آلاف الليرات خلال وقت قصير وحين ارتفع سعر ربطة الخبز التي تحمل الكثير من الرمزيات ويفترض أنها تشكل مادة حيوية لا يمكن التلاعب بها وأمام هذا الواقع لم يعد الخبير يستغرب كيف أن الطبقة السياسية التي تعرف جيدا تركيبة الجماهير لا تزال تتصرف وكأنها مطمئنة إلى أن الأمور ستبقى تحت السيطرة وإن اهتزت قبضتها أحيانا ولماذا عليها أن تقلق مدام ليس لدى بعض الناس أي حرج في أن يرقصوا ويبتهجوا على وقع موال حول ارتفاع الدولار في أحد المنتجعات السياحية مع ما ينطوي عليه هذا التصرف من دلالات تؤشر إلى الاستعداد لتقبل كل شيء مهما بدأ قاسيا ويشير الخبير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي قرر أن يماشي السياسيين على قاعدة وين بدوا صاحب الأحمر ربطوا وننتقل إلى جريدة الجمهورية وما كتبته كلير شكر تحت عنوان ترحيل لجنة مسح الثروات كي لا تصير محكمة عرفية كتبت شكر أيضا في نداء الوطن وفق بعض المعنيين بهذا الموضوع فإن جملة التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة تنم عن نية حسنة لمكافحة الفساد لكن التنفيذ دونه الكثير من العقبات يقول هؤلاء إن العلا ليست في غياب الهيئات الرقبية ولا في القوانين المرعية الإجراء التي تتيح مكافحة الفساد عبر الكثير من الآليات التطبيقية وإنما في الإرادة عن العمل ويسأل هؤلاء إن قانون الإثراء غير المشروع يسمح بتحريك النيابات العامة التي تخضع لسلطة وزيرة العدل في حال وجود شبهات إثراء غير مشروع فلماذا لا تبادر وزيرة العدل إلى تحريك النيابات وبالتالي ما هو دور هذه اللجنة وكيف يمكن تحسينها من الأهواء الثارية يشيرون إلى أن اللجنة المنوي إنشاؤها قد تستدعي أي شخص فقط لأنها اشتبهت بمظاهر الثراء عليه من دون أن تتمكن من كشف حساباته المصرفية للتأكد ما إذا كانت مظاهر الثراء هي نتيجة أعمال مشبوهة ترتبط بوظيفته أم لا وإلى حين التأكد من الحقائق يكون الشخص قد دفع ثمن التشهير به قبل ثبوت البراءة على هذا الأساس سارع الثلاثي المذكور أي المردى حزب الله وأمل إلى تطويق النقاش حول هذه اللجنة وكيفية تشكيلها والصلاحيات التي قد تمنح لها كي لا تصير محكمة خاصة يديرها فريق محدد وفق حساباته السياسية أعتقد سقط سهوا زميل عماد مرمل في الجمهورية وليس نداء الوطن أخيرا ننتقل إلى ما كتبته سبينا عويس في جريدة النهار تحت عنوان المفاوضات مع الصندوق تستأنف اليوم مع غجر على الكهرباء علمت النهار أن معاودة المفاوضات ستتم على خطين متوازيين أولهما على صعيد الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق ولسيما في مجال الكهرباء حيث ستعقد الجلسة اليوم بمشاركة وزير الطاقة ريمو غجر ليقدم شرحا حول خطة الكهرباء المدرجة في الخطة الحكومية والتي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها في حكومة الرئيس سعد الحريري أما الخط الثاني فيتمثل بالعمل الجاري بتكتم شديد داخل الحكومة من أجل إعادة النظر بالأرقام المدرجة في الخطة الحكومية من خلال اعتماد مقاربات جديدة تتيح توحيد الموقف اللبناني في هذا الشأن وتجهد الحكومة في هذا السياق من أجل الاستجابة إلى الضغوط الدولية المتنامية ضدها من أجل تنفيذ سلة إصلاحات علها تعطي من خلال إشارات إيجابية تحرك الدعم الدولي ولكن ما تغفل عنه الحكومة أن هذا الدعم مشروط بإصلاحات مالية واقتصادية أو ليس فقط بإصلاحات مالية واقتصادية إنما بإصلاحات سياسية لا تزال رهينة المواجهة التي يرزح تحتها أو تحت وطأطها البلد وليست المواقف الدولية المتنامية يوميا إلا عينة من الإلحاح الدولي على تنفيذ الشروط ومتابعة لهذا الموضوع ستنضم إلينا عبر خدمة سكايب الصحفية الزميلة سابين عويس سبع الخير سابين سبع النور أولا السؤال السؤال الأول هل ممكن أن تكون المفاوضات مع صندوق النقد التي تعلقت مع وفد الحكومة اليوم أنت نقلي أنه سيكون وزير الطائر وغجر بهذه المفاوضات منفصلة عن المفاوضات الأخرى التي يقوم بها وفد الحكومة لا لا أبدا هو مسار بدأ مسار المفاوضات بين الصندوق وبين الوفد اللبناني ولكن مثل ما بتتذكر نحن مثل المسلسل التركي بصراحة فيلم أمريكي طويل وفيلم أمريكي لا لأنه مسلسل التركي بيطول يعني بيعلقوا على الموضوع فترة ويجعوا ويتذكروا بعدين بلشوا بموضوع الخسائر المالية نيزاليات المصرف المركز ووزارة المال ولكن لما طلعت قصة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية وصار في خلاف على الأرقام أنه أي أرقام يجب الاعتماد جاء الصندوق قال لهم أنه تفقوا على أرقام وتعوا برقم واحد لنعرف كيف نتفاوض نحن وياكم فلما هذا الموضوع لم يحصن بعد على مستوى الحكومة انتقلوا للملف اللي يدغضغ فعلا مشاعر صندوق النقد اللي أنا أصلا كنت كتبت عنه أنه يمكن عم تتعطل شوي المفاوضات لأنه النقطة الحساسة بالموضوع إلافة إلى موضوع الخسائر المالية هو موضوع قطاع الكهرباء لأنه كل مرة صندوق النقد كانوا عم يسألوا عن موضوع الكهرباء كان الجواب أنه نحن قدمنا خطة في خطة بس نوصل يعني بيصير الحديث عننا لذلك إذا بتتذكر أنه من بعض الكلام اللي صار أنه الحكومة ستسكت ورجع صار تعويمة بين الرئيس نبيه بري والوزير السابق جبران باسين كان الاتفاق أنه خلينا نمشي بأول إصلاح مطلوب مننا على مستوى صندوق النقد وعلى مستوى المجتمع الدولي لهو الكهرباء تقدمت تمثيلية مجلس إدارة الكهرباء أنه عيننا كم شخص فيهم وضلت قصة الهيئة النازمة وقفة هلأ بهذه الخطوة يعني عم بقدمه إذا بدك هالجزرة لصندوق النقد لأنه كانت المفاوضات علقت مع الأسف على مدة تقريبا شي عشر تيام بانتظار أنه لا يعرفوا من وين بدون يجع يبلشوا المفاوضات اليوم متوقع أنه يكون وزير الطاقة بالاجتماع بالمفاوضات هي أول مرة بيشارك بهذا الاجتماع بهذه المفاوضات أو بالأحرى رح يقدم لهم عرض للخطة ورح ينجي يجاوب على أسئلتهم بالنسبة لكيف بدأ تتم عملية إصلاح قطاع الكهرباء هلأ وين بيوصلوا بالموضوع ما بعرف بشك أنه يقدروا يوصلوا لمحل ممكن تلاقي نفس المصير اللي لقيته مع المفاوضات مع وفد الفقوم بعتقد هيك بعتقد هيك لأنه إذا لاحظت مبارح مثلا بالحديث اللي كان عم يدلي فيه الوزير غجر لما سؤال إنه إذا ما أجت باخرة باخرة مفضوا جماعة سوناتراك شو بيصير العتمة يعني ما حدا يعطي شيء إيجابة أو يلوح بموضوع يعطي أمل للناس أو يعطي إشارة إيجابية سمعنا مبارح وزير الخارجية في فرنسا عم بيحكي إنه رجاء رجاء نحن حاضرين نساعد بس فيه نقطة فيه نقطة راميز هيدا اللي كتير خطيرة واللي لازم ينتبهوا للمسؤولين عنه إنه هالكلام الدولي اللي دايما عم بيقول بلشوا أنتوا يا لبناني بالإصلاحات نساعدكم ما علي خلوني يعطوهم شيء لنشوف إذا فعلا بعد فيه دعم دولي للبناني بسببين ما زال أنت حكيت عن هذه النقطة اليوم عم بتقولي أنه ما في فصل بين الإصلاحات المالية والإصلاحات سياسية برأيك أيضا تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو مش فقط مالي تقني ممكن يكون خلفيته أيضا هناك ضغط على صندوق النقد الدولي في إطار تطويق الخناق على لبنان شوف بدي أقول لك هالمرحلة بعد ما وصلنا لأنه هلأ بعض المفاوضات على المستوى التقني يعني اليوم مش بحاجة لضغط يعني فيهم يتحججوا بالأرقام أنه رايحة وفد حكومة معهم كل واحد عنده رقام بس شوف هون على مستوى الوفد التقني هناك قرار بمساعدة لبنان بدعم لبنان عبر برنامج لأنه هاي مسئولية صندوق النقد يعني صندوق النقد ما في يتهرب من هذه المسئولية ويتحجج بأمور يعني بعدهم بالهومورك التقني هاي بعدها لما بتنتقل الخطة وتتحول لبرنامج وترفع إلى مجلس إدارة الصندوق هون تدخل العوامل السياسية وهون منبلش نشوف إذا فيه فيتو أمريكاني إذا فيه فيتو حتى ضغط على الدول الغربية اللي موجودة بمجلس إدارة الصندوق لأنه ما يكون فيه مساعدات ولكن نحنا هايدي الخطأ والخطر الكبير اللي نحن ما نعرف نستفيد منه أنه اليوم طالما بعد المفاوضات على مستوى تقني إذا عطى لبنان إشارات جدية لا يمكن لا يمكن للصندوق إغفالها أنا بدي أرجع هون ذاك كثير بشغلة وأنا شاركت فيها وشهدت على أيام لما كان عم بيتم التحضير لبريز اثنان وكان رئيس رفيق الحريري عم بيحضر لهذا المؤتمر ورحنا وقته على واشنطن لا يصير فيه محادثات مع صندوق اللقظ كان فيه محاولة من مبنان لتفادي الدخول في برنامج مع صندوق الناد كان الكلام الدولي كثير واضح أعطونا إصلاح أعطونا شغلة إصلاحية لنقدر ندعم ما فينا ندعم بس بالسياسة ولذلك تلقف الموضوع الرئيس الحريري بوقتها وقدم إصلاحات بموضوع التابقاء بموضوع يعني قدم سلة من بعض الإجراءات الإصلاحية اللي على أساسها وقتها جاب 4 مليار دولار اللي أنا عم جري بقوله من هذا الكلام أنه اليوم إذا عطينا إجراءات إصلاحية قدما كان الضغط السياسي قوي لا يمكن إنكار أنه البلد عطى إجراءات جدية أولا هذه الإجراءات الجدية جيدة لألنا كاللبنانيين يعني اليوم أي لبناني ما بيحلم أن يكون عنده كهرباء 24 ساعة ويوقف الهدر والفساد فيه أي لبناني ما بيحلم أن يكون عنده قضاء مستقل وعنده سلطة قضائية قادرة تنفذ من الأحكام بشكل مضبوط يعني في عندك مواضيع عدة بالموضوع الفساد بالموضوع الحدود بالموضوع المناقصات العمومية اللي هاي كمان كتير بتهم الخارج كيف عم بيتهم لأنه من هون عم بتصير أبواب الهدر الحقيقي كيف بتصير الصفاءات كيف بتصير المناقصات وبالتالي اليوم أنت لما عم تعطي هالإشارات أول الشي عم تعطيها لمجتمعك الداخلة يعني اللبناني بيصير بيوثق بهالحكومة أو بأي حكومة جاية أو بأي سلطة موجودة والتانيا بيقدر هذا الموضوع يحرج المجتمع الدولي أنه أنتوا طلبتوا إصلاحات نحن نفذنا هذه الإصلاحات وبالتالي مثل ما بيقولوا الحق الكزيب عباب الدار ولكن نحن مع الأسف نترك المجال مفتوح لأنهم يقدروا إذا ما بدون يساعدونا ويكملوا بالضغط الدولة اللي هو بالسياسة على فريق لبناني يكمل ونحن قاعدين عم نتفرج ومبسوطين من نسمة رئيس الحكومة كلما خلص مجلس وزراء بيقلنا أنه عملت إنجازات ما عم بيشعروا أنه هالهو الكبير اللي أقاس في بصيص أمل وبين الحكومة والسلطة ما في بصيص ما هي وفي بصيص بصيص نور وراكي بالبردية بس عم يعمل عبي بعرف هذا هو البصيص الوحيد اللي فيه بالبلد السؤال من خلال متابعتك الحثيث للمفاوضات السابقا مع الأيام مع صندوق النقد أو حاليا هل تتوقع من خلال هذه المعطيات فشل يعني لهذه المفاوضات لا ما بعتقد فشل بس بعتقد أنه رح يكون المسار كتير طويل ما في يعني ما نتوقع أنه خلال شهر وشهرين وثلاثة نشوف شي لأنه مع الأسف 15 جلسة قطعوا يعني تقريبا صار قطع أكتر من شهر شهر ونص على بدء المفاوضات وما نعمل شي معنى أنه المسار رح يكون كتير طويل وبرجع بقول لك طالما نحن ما عم نقدم فشخة لقدام هنه أكيد ما رح يقدم كمان فشخة لقدام هلأ في خطوة ثانية أنا لفت بالمقال كمان لأنه مرقتها هيك بشكل صغير بعد ما توسعت فيها لأنه في تكتم حولها كتير أنه هلأ في عمل جدي داخل الحكومة على إعادة توحيد الأرقام بالنسبة للخطة الحكومية لا يقدروا يرجعوا يفوتوا من هذا الباب على المفاوضات على صدق هلأ بتنجح أو ما بتنجح كمان ما بعرف لأنه مع الأسف اللي عم نشوفه بعد المسار اللي صار بقصة لا يعني اللي سمعناه عن كلام وزير المال وزير المال وجور شلهو أنه بعدنا لهلأ يعني بعدنا لهلأ نشوف أنه تدخل المستشارين لا يزال فاقعا مع الأسف المستشار دوره يعطي المشورة يعطي رأيه شو رأيك باللي نعل اليوم بين غازة وزنة وجور شلهو سلطة سياسية أنا كنت نطر هيدا الشيء يصير من زمان يعني كنت نطر من زمان أنه وزير المال يضرب إيده على الطاولة ويحكي لأنه أول الشيء لأول مرة ربما جينا في هذه الفترة الأخيرة في وزير يدرك المسؤولية الملقاة على عطقه يعرف ملفه مضبوط يحظى بالاحترام في الوسط المالي والاقتصادي والمصرفي وقادر كان يأدم تراجع عن التضييق الجنائي وتجول عنده أفكار هلأ يتراجع عن التضييق الجنائي لأنه من الأول كان بده التضييق الجنائي ولكن لا يقص مع هذه الشركة هلأ أكرول طلعت الشركة الثانية عندها مركز بإسرائيل وفي حدا بالبورد بمجلس الإدارة كانت بالمصاد يعني كرول كانت أحسن منها فطلعت يبدو شماعة بدي قللك شغلة بدي قللك شغلة أنه بهذه المواضيع كل الشركات اللي بتتعطى هذا التدقيق هذا النوع من التدقيق إلى يعني فيها بمجلس إدارتها أنت قناعتك شماعة هي فقط من أجل عدم يعني تفادي التدقيق مش تفادي في أولوية بعتقد عند وزارة المال ويجب أن تكون حتى عند الحكومة لأنه نحن اليوم عم نشوف أنه قصة التدقيق هي مش تدقيق لنعرف حسابات مصرف لبنان هي مشان استهداف الحاكم بنفسه لإزاحته من موقعه لأنه اليوم بأنه ننقد والتسليف ما فيك تشيل حاكم مصرف من مصرفه إقالته إلا إذا كان في هل هذا هو الموضوع اليوم بدي أسألك معلي بدي أسأل اللبنانية مثل ما لما عملوا كل الحملة على موضوع التخلف عن استداد وهذه أموال اللبنانية وقعد تدفع اليورو بونز شو عملنا وقفنا دفع اليورو بونز ما فتنا بفوضات مع الدائنين خريب البلد وسقط كليا ومبارح شو قال وزير الطاقة ما قال إنه ما نعم نقدر نفتح الاعتمادات مثل ما لدينا بس سابين لو دفعنا هلأ ما معنا ناكل لا معنا نطط أنه بوقتها كان فينا وكان فيهم يضغطوا على المصارب يدفعوا فقط الفوائد اللي كانت تقريبا 400 مليون دولار لو اندفعت وقتها هذه الفوائد وأجلنا ومشينا بمادة تأجيل الاستحقاءات ما كنت خسرت أنت اليوم التدخلات اللي عم بيفوت فيها مصرف لبنان على سوق القطع على دولار 3800 فكرة قد يخسر من احتياته كانت بوقتها عم بيكب مصاري بوعى مفخوط يعني قد ما يحط مصاري ما رح يمشي الحال بينما بينما نحن لو ما عملنا تفعنا التزاماتنا وكملنا من دون من روح على تخلف غير منظم أنا مش ضد أنه نعلن تخلف بس منعلنه منظم هو ما استتبع يعني اللي كان مفروض بعتقد هذا نقاش يعني نقاش طويل وبيستدعي يعني بلك بالستوديو وشنهار بحلقة لأنه هذا نقاش طويل إذا الدفع ولا لا هو ما استتبع من خطوات يعني كان مفروض تأخذها الحكومة هذه النقطة بتحكي فيها يعني فيها وجهة نظر مسألة يعني الخطوات التي تلت مسألة الدفع أنا يعني بدي أسألك بعد سؤال قبل ما نختم مسألة الأرقام ولجنة التقصي على الحقائق التيار الوطني الحر يعني شفنا نيب رهيم كنعان نحاز نوعا ما لخطة المصاري التيار الوطني الحر مين يعني بتشوف كذا رأي عنده يعني رأي شرب الأرداحي شي رأي النائب رهيم كنعان شي رأي الطيار مين بيتبنى يعني هو قائد الرأي الرسمي بيتبنى قرار براهيم كنعان إذا بترجع شوي وبتشوف ليش صارت استيقالة ألام بفاني بتقدر تفهم أنه شو اللي صار بهذه المرحلة ليش صار لأنه نحزل للمصارف يعني فلأ الجزء منه بس بدي أقل لك شغلة نحنا كمان في كمان من الأخطاء نحزل المصارف اليوم لما بيكون فيه ستين نائب عم بيحضروا لجنة المال والموازنة لازم ناخد مننا عبرة أنه ليه عم بيحضر ستين نائب حزب المصارف قوي بالمجلس خطة الحكومة معلش أنا اليوم إذا بيكون حزب المصارف قوي بالمجلس وبيقدر يحميلي أموال المودعين ولو بمنط المصارف زيتهم لأنه بالنتيجة المصارف لما بيقولوا بس تقول المودعين دوغما هي هدو وجهة النظر المودعين دوغما هنا مش كل المودعين بالحق يعني بالظاهر بس تقولوا عم تحمل المودعين هذا شيء منيح بس بقلبها ما وديع الناس عم بتدوب بس رامز بالنتيجة نحن بنصير نفكر أنه دايما عم بيحمر كبار المودعين ولكن بالنتيجة بالقطاع بالمصارف في الصغير والكبير واللي رح يأكل كان اللي رح تدوب أمواله أول واحد وأكتر شيء بخطة الحكومة هن صغار المودعين مثلهم مثل كبار المودعين ولكن الصغار بيدوبوا أموالهم قبل الكبار لأنه يمكن الكبار بيدللنهم شوي لأنه إذا بترجع بتقرأ خطة الحكومة بتشوف أنه رغم كل الكلام اللي قالوا الرئيسة الحكومة وكل المسؤولين بمستشارين اللي حطوا هالخطة أنه لا مس بودائع المودعين بأموال المودعين مش صحيح مش صحيح أبدا لأنه كمان بدي أرجع لك أنه كل اللي حطين مصرياتهم بالبنوكة من الناس مثلي ومثلك كلنا دخلنا بمنتجات مصرطية ولا مرة سألنا حالنا شو هي هالمنتجات مصرطية ولكن إذا بيفوتوا وبيدقوا بيشوفوا أن يوروبونت وصندات خزينة اللي لحق الهرقات فميشي سابينة عواز الأرقام بعتقد أنه هذا هو الموضوع شكرا لألك على أمل حلقات أطول بالستوديو نفصل فيها كل هذه النقاط أنا أشكرك اليوم سابينة عواز ويكون في إي سي ويكون في إي سي وفي إي سي لأنه بلا كهرباء أنت عندك بسنا ما عندك إي سي ما في كهرباء هذا كلنا للأسف يعني كل البلد عم نعاني منه كلنا بالهوى سوا شكرا لألك سابينة عواز شكرا لألك